أهلا بكم أقفلت سياسة أفواهها وتسلم الأمن ودفت الخبر لربط الخيوط التفجيرية ومهربيها ومموليها ومصدري أوامرها من إمارة داعش في سوريا إلى نقاط العبور اللبنانية مداخل الشقق المستخدمة للتفجير بين محيط مخيم برج البراجنة والأشرفي رصدت بالكاميرا المجردة التي دخلتها الجديد وعينت الممرات المؤدية إلى أهداف كانت موضوعة في عين الاستهداف الإرهابيون العابرون من الحدود مدت لهم أياد العون اللبنانية بهدف تجاري حسب توصيف المصادر الأمنية التي ميزت بين إرهاب ومهرب لكن بالنسبة إلى الضحايا فالأمر سيان فهم قضوا في عملية إرهابية كان كل من شارك فيها إنما يساهم في سفك الدماء وفي ضرب أمن البلاد وترك الأسى بين أبنائه وتظهر التحقيقات مع الموقوفين لدى فرع المعلومات أدوارا مالية لابن اللبوي عدنان السرور مهرب أحد الإرهابيين وفيما تتوسع المعلومات في التحقيق برز دور صباق للأمن العام الذي أمسك بخيوط التفجيرات منذ اللحظات الأولى لوقوعها وأمام المديرية اعترف المدعو إبراهيم الرايد بنقل الانتحارين والمتفجرات معا ما ينزع عنه صفة المهرب الباحث حصرا عن مكاسب مالية وسواء اعترف بالجشع المادي أم بمساهمته على خطوط النقل فإن بصماته قد وضعت على الجريمة التي لن تحتمل عناصر تبرير ولا يتحول أمام الرأي العام إلى مغفل عبرت من تحته الجرائم وهو ممسك بمفاتيح العبور نظراءنا في تلقي الإرهاب على الضفاف الفرنسية تعرفوا بدورهم إلى ستة من المنفذين فيما وصلت إليهم من الرأس المدبر داعش رسالة تهديد تعد بما هو أدهى وأمر لكن اللافتة أن الدولة الفرنسية بدأت الانتقام الفعلي من الدولة الإسلامية وأمطرتها بليل من الغارات استهدفت معقلة داعش في الرقة السورية غارات الرقة نفذت بدقة وأصابت أهدافها من معسكرات تدريب وأكثر وهي المرة الأولى التي تتقصد فيها فرنسا توجيه ضربات موجعة للإرهاب في حصونه من ضمن قوات التحالف الدولي ما يؤكد أن كل الغارات السابقة كانت تلعب الغميضة مع داعش أو تمازحها على أبعد تقدير عام على غارات التحالف الدولي ساهم في تعزيز قدرة داعش إذ تؤكد تقارير غربية أن الطائرات كانت تعين مواقع الدولة الإسلامية وتشاهد من العلى خط شاحناتها العسكرية والنفطية لكنها تتعمد تحييدها وإذ وبعد وصول الإرهاب إلى قلب أوروبا أصبح البنتاجون يعلن للمرة الأولى تدمير 116 شاحنة نفط للإرهابيين وفي سابقة هي الأولى أيضا تعلن فرنسا وفق الفينانشل تايمز أنها تخلت عن مطلبها إزاحة الرئيس بشار الأسد لون دمائهم أحمر قانن ولون دمائنا لا يعلم إلا في الأرض عشرات التفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت بتوقيع الإرهاب نفسه ولم تتحرك الدول الراعية للإرهاب ولم تبدل رأيها في محاربة الخطر إلا عندما حط في ديارها وعاد إليها بعدما نشأ في ربوعها